كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر قادرة على تجاوز تحديات التي تواجهها وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الحوارية دمن فعليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية إن كتير مننا يعني متصور إن إحنا في مصر رغم كل التحديات دي فرصتنا في التغلب عليها مش كبيرة لا إحنا فرصتنا في التغلب عليها كبيرة ويمكن ده أنا يمكن هنا حخلي الشق التاني في تعليق يعني على الجهود اللي قابت بها الدولة خلال التمن تسع سنين اللي فاتوا رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العاشر سنين دول لكن أقدر أقول لكم إن إحنا بزلنا جهد كبير جداً مش إحنا كقيادة أو كحكومة لا كدولة مصرية بشعبها كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها واشتغلت خلال العاشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات من أجل إن هي تتغلب على الفرق الكبير بين معادلات النمو السكاني ومعادلات النمو اللي إحنا عايزين نوصل لها وحطت الدولة ويمكن إحنا موجودين النهاردة هنا في العاصمة في المكان ده يمكن كتير من السادة الضيوف معرفوش إن ده كان جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل لصالح مجتمع الـ 24 مدينة اللي دكتور خالد بشكل أو بآخر اتكلم عليهم هو كان عبارة عن عبارة عن تقدير للموقف لنمو السكاني في الدولة المصرية وقدين إحنا محتاجين نخرج خارج النطاق الدايق للدلتا اللي إحنا عايشين فيها من خلال الـ 24 مدينة اللي